حركة المواطنة في مصر حدثتك شايفها ازاي شوفي انا يعني انا بتصور ان حركة المواطنة وصلت لزروة كبيرة طبعا من خلال 25 يناير و 30 ينيا ولا شك لا شك انه حصلت حصلت نقلة كبيرة جدا في مصر في الفترة دي لأسباب كتيرة انا بتصور في الفترة الحالية انه كان فيه اولويات لانه الدولة المصرية حصل لها تجميد على مدى 3 عقود على الاقل وبالتالي انا وانا كنت دايما نقول كده مبكرا حتى قبل انه الحاكم القادم يعني قبل حتى من رئيس السيسي ان الحاكم القادم حيستلم تاركة ثقيلة جدا وبالتالي هذه التاركة الثقيلة هتحتاج الى يعني وضع اولويات وانا بتصور انه يعني يمكن اتصور انه الدعوة الى الحوار الوطني اللي تم اطلقها في الفترة الاخيرة من قبل الدعوة الرئيسية للحوار الوطني انا اظنها هي it's about time انه قد حان الوقت لتجديد حركة المواطنة وفتح المساحات والافق لان الحوار حسب ما طرح في الدعوة الرسمية انه بلا ثقف ومتاح لكل القوى الاجتماعية وكل الطيرات وكل الطيرات الفكرية لدعم لهذه الفكرة انه تجديد ما يمكن تسميته تجديد حركة المواطنة في مصر لانه المرحلة القادمة انا اتصور هتحتاج الى نوع من النقاش الجماعي حوالين كثير من القضايا المطروحة اللي تم تعليقها او تأجيلها مقابل وضع اسس للدولة او للحفاظ على الدولة لسبب ان او لاخر بناءها يعني او لتجديدها يعني ايا كان طبعا ممكن يعني تختلف المساميات لكن انا بتصور انه دي لحظة مهمة تاريخية ولابد من الاهتمام والاستفادة بيها في تدعيم فكرة الحوار وتنشيط وتجديد حيوية المجال العام سياسي والمدني والاجتماعي والثقافي وخاصة انه في تحولات كثيرة يمكن ما ييجي وقت الكلام في العالم طبعا هنفرد جزء يعني من الوقت لما يحدث في العالم